بدأت بمدينة سيئون في محافظة حضرموت دورة تدريبية حول الإدارة الاحترافية للبشاريع التنموية وفق منهجية الإدارة بالنتائج التي ينفذها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء وبتمويل من منظمة سي اس اس دابليو مؤسسة بازرع التنموية الخيرية وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين بوادي حضرموت عدد من المفاهيم حول منهجية إدارة النتائج ومفهومها وتحليل الاحتياجات وأكد محافظ حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء أكد وكيل محافظة حضرموت للمساعد للوادي والصحراء عبدالهادي التميمي على الأهمية التي تكتسبها الدورة كونها ترتكز على تأهيل الكادر البشري داعيا المتدربين إلى ترجمة كل ما تلقوه من معلوبات في الواقع العملي لتحقيق الاستفادة الحقيقية من جانبه دعا مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله باجهام كافة المنظمات إلى تكثيف نشاطها وتدخلاتها في مختلف المجالات والعمال بروح الفريق الواحد والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتياوز كافة التحديات